بحضور رئيس التحالف عمار الحكيم وقال رئيس جبهة تركمانية رشد صالح إن ممثلي التركمان تحدثوا خلال الاجتماع بصراحة عن معاناة أبناء المكون مؤكداً أن ما يريده التركمان من التسوية التي أطلقها التحالف الوطني هو إبعاد الظلم عن هذا المكون من جانبه شدد الحكيم على ضرورة تماسك الجميع خلال المرحلة المقبلة والعمل المشترك لما بعد تحرير الأراضي من سيطرة داعش تحدثنا معهم بشكل صريح عن معاناة هذا المكون وعن أسس التسوية التي أطلقت من قبل قادة التحالف الوطني وما يريده التركمان من هذه التسوية لبناء رؤية استراتيجية لبناء العراق من جديد وإعادة بناء الدولة على أسس راسخة وطنية تحفظ حقوق كافة مكونات الشعب العراقي نتمنى أن نشهد اتفاقا من المكون التركمان الكريم على شخصية مناسبة ترشح لاستيزارها من خلال الوزارات الشاغرة المتاحة وأيضا نعمل جاهدين على تمكين هذا المكون الكريم ضمن المبدأ الدستوري في التوازن الوطني الذي أشار إليه الدستور العراقي نحن حريصون على أن يشعر هذا المكون الكريم بكامل الحضور والرعاية والاهتمام والدعم من التحالف الوطني وسائر الشركاء في الساحة الوطنية ملف التركمان نفتحه في حصاري هذه الليلة